المستوى الفردي احنا كده عملنا مخطط المستوى الجماعي والمستوى الفردي ايه المستوى الفردي اخطر اللعيب عندهم مين اخطر ثلاثة يحيى شريف المهاجم رقم 8 اللي كان مع حداكم بيرح في البرنامج هنا نعم طبعا هو مسجل ثلاثة اهدف البطولة لعيب خبرة عند 34 سنة لعب مع حضرتك في سنة 2010 ومعنا الفيديو اخد ليه ذكرى سيئة مع النادي الاهلي انه هو اخد كارتة احمر في الماتش ده 2010 قدام شاببت القبائل كان حاول يمثل على الحكم بص ادي ارقام بتاعته طبعا هو لعب اربعة اجايه لعب اربعة بس هو لعب اكتر بالدقائي مسجل ثلاث اهداف صنع ثلاث فرص لزملائه اجايه صنع اربعة ايه الرقم المميز او اللي يخوف شوية ليح يا شريف انه هو عدد محاولاته كل التسعين دي يعني كل في الماتش الواحد اللي بيلعبه بيروح عالجون اربع مرات اذا لازم المساك يكون حريص معه جدا اه لان الاربعة دول ممكن لقدر الله دقة محاولاته وصله الواحد وثلاثين في المية اجايه محاولاته كل تسعين دي اواحد ورب اهل طبعا دقة محاولات اجايه اعلى خمسة وسبعين في المية ايه العيد مهاري برضو مراغاته النكحة تمانية ضيع فرصتين محققتين حصل على تمن فاولات فالارقام كلها بتأكد عايز يعني اكد للناس ان يحيا شريف ايه مستو مستو ان هو اكتر فريق اكتر لاعب في الفريق الجزائري بيروح عالجون عامل 16 محاولة دي رقم واحد رقم اتنين مهاجم مميز بالهدر بدربات الراس يحيا شريف تالت حاجة ان هو بيشتغل كمهاجم محطة وبيتحرك على الاطراف بشكل كويس واحنا شفنا حتى في مباراة الزهاب كان ليه اكتر من كرة خطيرة يعني بدربة الراس مهاجم حتى مباراة الزهاب